احنا النهاردة هنجلس مع جليس شوية محتاج ان احنا نتكلم عنه بعناية لان كتير لما نيجي نتكلم عن بعض الجلساء يحصل عند بعض الناس انكار يعني ايه انكار يقولوا لا انا مش عندي هذا المشكلة لان الجليس في بعض الاحيين بيبقى جليس انعاس في يعني بيبقى جليس سوق بس محدش يعرف ان هو جليس سوق من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نتكلم عنها الجليس النهاردة جليس النهاردة ده جليس شوية يتقيل على النفس وعشان هو يتقيل على نفس الانسان ساعة يعرف منه الانسان بالانكار وساعة يعرف منه الانسان بانه يعتبره قدر ومش هيقدر يهرب منه الجليس ده اوقات بيتقل جسم الانسان ويخليه ما يقدرش يتحرك لانه بيخليه دايما متردد ومع كتر التردده يختار الوقوف وبيتقل اوقات كتيرة كمان لسانه عن الكلام فيخليه ساكت من سكوت الحكمة لكن سكوت من خوف من الاختيار ساكت عن حالة من حالات الاضطرار مضطر يسكت ويسكت كمان عشان يسلم يسلم من ايه بقى؟ اه هو ده بقى هنا بقى يظهر لنا ايه؟ عيزهر لنا دلوقتي الجليس ده يسلم من وجه الانتقاد وعشان كده جالسنا النهاردة هو الخوف من الانتقاد فوبيا جديدة ظهرت في حياتنا فوبيا من الانتقاد خوف مرعب مرعب من الانتقاد وده بيظهر في اشياء كتيرة والأشياء دي بتسلب الانسان بهجته وتخليه قلبه مش حاسس من نعمة ربنا وبتخليه تجمد في مكانه ويبقى الخوف للانتقاد ده تبقى جزء من ذاته فيحس الانسان انه هو ما يقدرش يعيش الا بخوفه من الانتقاد فما يقدرش يستثمر مواهبه ولا يشكر نعمة ربنا عليه ولا حتى يقدر يشوف اللي جواه وانه هو مش قادر يحس احساس انه هو انسان متزن واللي جواه يحسس انه هو ما عندوش كفاية لانه ما عندوش كفاية ليه لانه دايما خايف من الانتقاد مع انه غرقان في نعم ربنا سبحانه تعالى في مدده اللي ظاهر في كل شيء حواليه وفي نفسه وفي انفسكم افلاته بسرون مش ربنا اللي قال لنا كده وفي انفسكم افلاته بسرون لكن خوف الانتقاد بقى في احيان كتيرة بيخلي الانسان حاسس انه هو مضطرب من جوه مش حاسس انه هو مش متزن وكمان هو حاسس انه هو في المكان غير مناسب وفي مكان دايما بيحسسه بانه هو مضطرب فمش هيتكلم او مضطرب لو تكلم ومضطرب يتعامل فخايف من انه اي شيء ايه لا يحصل هيزهر هيخليه محل الانتقاد اي كلمة يقولها هيبقى محل الانتقاد اي تصرف هيعمله بمحل الانتقاد فهينتقدوه على شكله على هيئته على كلامه على افكاره ايه اللي احنا فيه ده لذلك علماء النفس اتكلموا عن حاجة اسمها رهاب الخفع من التعبير عن الرأي اللي هو بيسموه اللودو وكسوفوبيا اللي هو بيخلي الانسان حاسس انه هو مش قادر يتفاعل مع المجتمع بشكل صحيح وهو ده شكل من اشكال الرهاب الاجتماعي فهو خوف مفرط او غير منطقي من التعرض للحكم او الرفض من الاخرين والخوف ده بيأثر على حياة الانسان ولقته بشكل سلبي باي شيء حواليه وبيخليه يفقد القدرة على اتخاذ القرارات وقالوا علماء النفس قالوا ان من اسباب من اسباب التعرض لهذا النوع من انواع الرهاب ان الانسان في مرحلة الطفولة او مراهقة او حتى في مرحلة الشباب بيتعرض لمواقف انتقاد قاسية ومش انتقاد قاسية انتقاد كمان غير مبرر او انتقاد بشكل ما هو السلين فيتسبب ده الى فقدان ثقة بنفسه فيبقى عنده عدم قدرة على التعبير على الرأيه او يرفض التعبير على الرأيه خوفا من ان يحصل له نفس اللي بيجي على زاكرته بيجي امام عينه ان هو لو اتكلم هيحصل له هذا الانتقاد القديم اللي هو تعود عليه اشتركوا في القناة